هؤلاء أساس التصوف ولكن يوضع بعض التعريفات الأخرى لكن كقاعدة علمية في علم التصوف زي ما حضرتك تفضلت هؤلاء هم الأساس وكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن مرجعية التصوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة بأنه المرجع الأول فيها طيب في هذا المقام هناك الكثير من يعني الأراء لن أقول أي شيء آخر أنا أصفها بأنها رأي أو وجهة نظر يؤسس صاحبه بعض القواعد عليه ولكن أتوقف فيها مع يعني من يقول أن التصوف هو متخل حديث طوره بعض المتصوفة وليس له من مقام الإسلام شيء بل إن البعض بالغ في ذلك ووصفه بأنه يخرج صاحبه عن الإطار الشرعي يا فدم بكل أسف أنا لا أحب أن أجرح أحد ولا أسمي أهل هي أراء ونرد عليها نرد عليها حضرتك إذا هؤلاء لا يفهمون نعلى التصوف عقيقة التصوف أدب وفيه مؤلفات ومن أراد أن يتحقق من هذا الكلام يراجع الكتب فيه الرسالة للقشيري وفيه هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء وفيه العوارف وغير ذلك من الكتب والتنوير في إسقاط التنبير وغير ذلك أنا أضرب لك مثل بكتاب نسمحي لي شوية فضل الكتب ده اسمه هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء هو بيقع عليه الشروح عن استعرضه سريعا بس كده فيه حوالي 190 بيت وبقول الحمد لله الموفق للعلى حمدا يوافي بالرهو المتكاملة ثم ذكر أن الطريق إلى الله شريعة وحقيقة شريعة وحقيقة يعني إيه شريعة حقيقة يقول الشافعي رحمه الله فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصحه فذلك قاسل لم يذق قلبه تقى وهذا جهون كيف ذو الجهل يصلح الفقه وتصوف بالاثنين يصل العبد إلى الله واحد منهم لا الشريعة والحقيقة والطريقة في آية في القرآن جمعت الأمرين وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقوله تعالى إياك نعبد مراعا فيه جانب الشريعة الشريعة والفقه لأنه منظور فيه إلى العمل الذي هو من كسب العبد وفعله إياك نعبد وإياك نستعين حقيقة لأنه مراعا فيه تبر العبد من حوله وقوته وشهود أن العمل لا يتم إلا بحول الله وقوته اللي هو ما قاله الشافعي بين الفقه وبين التصوف نعم أن تجمع الاثنين أن تجمع الإخض فهنا إياك نعبد وإياك نستعين صحيح؟ لا جماعة الأمرين آه